ما أريد القيام به في هذا الفيديو هو التأكد من أننا نفهم حقا ما يدور عندما ندعو فانكشن في بوناتشي التكراري وأنا أفترض أن أحدهم سوف يقوم باستدعائها مع متغير وأنها تمرر خمسة كمتغير أنا لا أريد أن أختار عدد كبير جدا لأنه خلاف ذلك يجب أن أفسر ذلك إلى الأبد لذلك دعونا نجرب في بوناتشي خمسة حتى في هذه الحالة في سياق هذا الفانكشن المتغير أن هنا ستصبح قيمته تساوي خمسة لذلك في المرور الأول المتغير أن ستصبح قيمته تساوي خمسة الطريقة التي كتبناها قلنا إذا كانت أن أقل من إثنان نرجع أن وخمسة بالتأكيد ليست أقل من إثنان لذلك نحن سنذهب إلى الجزء الآخر من عبارة F أو شرط Else والذي يقول نرجع في بوناتشي الناقص واحد زائد في بوناتشي الناقص اثنان وعندما أقوم باستدعاء هذا فإنه في النهاية يتناقص إذا كنت ترغب في التفكير في الأمر بهذه الطريقة أو المبسطة أنها ستعود والذي سيكون هو الشيء نفسه كفي بوناتشي في بوناتشي لي تذكر أن كانت خمسة إذن النقص واحد يساوي أربعة زائد في بوناتشي الناقص اثنان عندما كانت أنقيمتها خمسة عند تشغيل الفونكشن إذن خمسة نقص اثنان يساوي ثلاثة حسناً هذه ليست سواء المزيد من استدعاءات الفونكشن حتى الآن نحن ذاهبون إلى العودة مرة أخرى الليست خمسة ولكن أربعة وثلاثة لذلك دعونا نجرب حتى هنا أن تساوي أربعة أن تساوي أربعة حسناً مرة أخرى أربعة ليست أقل من اثنان لذلك لن نستخدم هذا الجزء سوف نذهب إلى الجزء الآخر سوف نعيد في بوناتشي أربعة نقص واحد والذي يساوي ثلاثة لهذا فإنه سيتم تبسيطه أو إيقافه يجب أن أقول إلى في بوناتشي أربعة نقص واحد والذي يساوي ثلاثة بالإضافة إلى في بوناتشي أربعة نقص اثنان والذي يساوي في بوناتشي الأثنان لذلك فهذا هنا بشكل أساسي سوف يعيد وهذا هنا على اليمين في بوناتشي الثلاثة دعوني أرسم لأن هذه الأشياء ستصبح غير واضحة قريبا لذلك فإن هذه الأشياء باللون الإرجواني هذه الأشياء التي تحتها خط أخضر سيتم إرجاعها الآن أن تساوي ثلاثة وثلاثة ليست أقل من اثنان لذلك سوف تذهب هنا وهي ستعيد في بوناتشي ثلاثة نقص واحد والتي هي في بوناتشي في بوناتشي اثنان زائد في بوناتشي ثلاثة نقص اثنان والتي هي واحد إذن في بوناتشي واحد ونحن نريد أن نعود إلى هنا ويجب علينا حساب كل هذه الأشياء وهذه هي مجرد المزيد من الاستدعاءات إلى في بوناتشي وفي بوناتشي ثلاثة ويمكنك أن ترى صعوبة هذا الشيء في الوقت الحالي إذن سأبدأ بكتابة فيب كاختصار لفي بوناتشي لهذا السبب أن لا أكتبه بالمعنى الحقيقي في بوناتشي ثلاثة عندما تقوم باستدعائها إذن إن تساوي ثلاثة ليست أقل من اثنان والتي تطرح لتصبح في بوناتشي أوه أنا فقط سأكتب فيب اختصارا لفي بوناتشي في بوناتشي اثنان زائد في بوناتشي ثلاثة ناقص اثنان بالتالي زائد في بوناتشي واحد لذلك فهي تفصر هذه القيمة أو تتوقف عندها وهنا في بوناتشي اثنان وأن اثنان ليست أقل من اثنان لذلك سنقوم بإرجاع قيمة في بوناتشي اثنان ناقص واحد وهي الواحد زائد في بوناتشي اثنان ناقص اثنان إذن في بوناتشي الصفر زائد في بوناتشي الصفر لذلك سوف تتوقف عند هذين الاستدعائين اللي في بوناتشي وهنا في بوناتشي اثنان نفس الشيء نحن قمنا باستدعاء في بوناتشي اثنان والذي سوف يتوقف كذلك في بوناتشي اثنان سوف تتوقف عند استدعاء في بوناتشي واحد زائد في بوناتشي الصفر وبعد ذلك لدينا في بوناتشي واحد وهذا شيء مثير للاهتمام لأنه عندما تكون أن تساوي واحد هذا الشرط هنا يصبح ضروريا وذات صلة لأن أن أقل من اثنان والتي تقول قم بإرجاع اثنان لذلك هذا الشيء هنا سيتم تبسيطه هذا العنصر هنا سيتم تبسيطه ليصبح واحد ستصبح قيمته تساوي واحد ثم ننظر إلى كل هذه الأشياء الموجودة هنا في بوناتشي اثنان نحن نعلم أنه في بوناتشي اثنان هو نتيجة لفي بوناتشي واحد زائد في بوناتشي الصفر ضعوني أكتب هذا الشيء هنا لذلك هنا في بوناتشي واحد زائد في بوناتشي الصفر فب هو اختصار لفي بوناتشي ثم بعد ذلك نحن نعلم أن في بوناتشي واحد هو واحد وأن واحد أقل من اثنان لذلك سنقوم بإرجاع قيمة N وهذا سوف يعيد القيمة واحد في بوناتشي واحد يعيد القيمة واحد في بوناتشي الصفر وصفر أقل من اثنان لذلك سيعيد الرقم صفر في بناتي الصفر يعيد الرقم صفر في بناتي واحد يعيد الرقم واحد في بناتي الصفر يعيد الرقم صفر وأيضا في بناتي واحد يعيد الرقم واحد في بناتي الصفر يعيد الرقم صفر لذلك فإن كل هذا الوقت هو لاستدعاء الفنكشن العكسي والذي يجب أن يتذكر كل الأشياء السابقة كيف أصبحت كذلك لأنها فجأة أصبحت بحالتها الأساسية واختصرت قيمتها لتصبح أن تساوي واحد صفر فإنها تحصل في الواقع على استجابة سابقة والتي يتم تجميعها إذن في بوناتشي اثنان هنا هو واحد زائد صفر في بوناتشي اثنان يتم تبسطه لتصبح قيمته تساوي واحد هذا في بوناتشي ثلاثة هو في بوناتشي اثنان زائد في بوناتشي الواحد كلها سيتم اختصارها إلى واحد وهذا بالنهاية سيكون واحد زائد واحد وهنا ستكون القيمة تساوي اثنان وهنا أيضا في بوناتشي اثنان في بوناتشي واحد زائد في بوناتشي صفر ويساوي واحد في بوناتشي اثنان واحد زائد صفر ويساوي واحد ونذهب إلى فيبوناتشي واحد والذي يساوي واحد ثم نعود إلى الأعلى إلى هذا المستوى وما نقوم به هو إعادة هيكلة عندما نعود إلى الفنكشن الأصلي وأنا لن أخوض في التفاصيل حول حقيقة عمل المفسر هنا لأنه في الواقع مناقشة رائعة لكنني سوف أفكر كيف تحصل هذه الأشياء هنا من خلال حالة الاستدعاء العكسية ولماذا تعمل؟ لماذا تعطينا الإجابة الصحيحة؟ ثم لدينا هنا فيبوناتشي أربعة حسناً فيبوناتشي أربعة عنصر فيبوناتشي الرابع هو نتيجة جمع فيبوناتشي الثالثة والثانية والتي تم توضيحها بالفعل هنا وهما اثنان وواحد وحاصل جمعهما هو ثلاثة عنصر فيبوناتشي الثالث حسب تعريف متسلسلات فيبوناتشي هو حاصل جمع العنصرين الأول والثاني هذين الاثنين هنا وحاصل جمع واحد زائد واحد هو اثنان العنصر الخامس عنصر فيبوناتشي الخامس عنصر فيبوناتشي الخامس هو حاصل مجموع العنصرين الرابع والثالث وهما اثنان وثلاثة ثلاثة زائد اثنان يساوي خمسة لذلك فهذه الاشياء هنا ستصبح قيمتها خمسة امل ان يكون هذا اوضح قليلا حول كيف يتعمل هذا البرنامج العكسي هنا والجميل في الموضوع هو انه لن يجدي نفعا اذا لم تتناسل وتقم بتعريف الحالة الاساسية لفيبوناتشي واحد وفيبوناتشي صفر لانه سوف يبقى يستدعي نفسه والنقطة الاساسية في الاقتران العكسي هو انه يمكنه ان يستدعي نفسه باستمرار في كل مرة يستطيع ان يستدعي نفسه فيها ويعود في طريقه الى الحالة الاساسية لذلك في نفس النقطة اذا استمرت باستدعاء نفسها فانها ستبقى كذلك لانها في النهاية قادرة على بناء هذه الاستدعاءات حتى تعود الى الحالة الاساسية ومن ثم اعادة بناء القيمة الاصلية من ذلك لهذا السبب هي تعمل كل استدعاء لفبوناتشي هي قيمة ابسط لدينا ان اقل هنا وفي النهاية ان سوف تكون قيمتها في الحالة الاساسية والتي حقيقة ستعطينا القيمة الحقيقية وهو ما يمكننا من اعادة بناء الاستدعاءات الاصلية امل ان تقولوا قد استفدتم قد يكون الاقتصران العكسي ليس مفهوما ولكنه جميلا وسهلا بطريقة ذاتها